عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال العام والبترول لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها خلال الاجتماع استعرض وزير الزراعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة والسطلح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها وأوضح أنه تم صرف نحو 20 مليون شكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنقضي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بينما أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسع فيها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية